موسيقى مشاهدين وفي حوار المسالي حلقتنا اليوم من مساء الإمارات هناك من يرى أن الحياة بيأكملها مغامرة وأنا وحدة منهم ما اختلفنا بس إذا كنت تريد أن تعرف معاني الحياة على حقيقتها فلابد لك أنك تغامر وتفشل عشان تنجح المغامرة هي التوجه نحو نتائج مجهولة ولكن المغامرة تثير الحماس والإثارة والسؤال يعني لي يطرح نفسه متى تكون المغامرة غير مأمونة العواقب؟ هذا حديثنا اليوم ما رح يكون عن مغامرة الأعمال أو الاستكشاف بينما رح يكون عن مغامرة البعض بتعريض حياتهم والآخرين للأسف للخطر المغامرة بين الهواية والاحتراف وبين الخطورة والإثارة وغيرها من الأسئلة في موضوعنا لليوم يكون معنا دكتورة فاطنا الحامدي أخصائي نفسي كلينيكي والمغامر الإماراتي العالمي سعيد المعمري مرة أخرى مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك نورين معنا سنتكلم عن مغامرة أكيد ليس متحمس لا أنت المغامرة هنا يعني نحن نعيش المغامرة نزيل أحمسك على طريقتي تقرير عن المغامرة وخلنا نقول ضياحة بين الاحترافية والهوات يلا نشاهد سوى مشاهدين ولا نعود للحوار لظالما توصف الحياة بأنها مغامرة خاصة في هذه الأيام التي تحمل لنا في طياتها كل يوم مغامرة مختلفة أما العلم فيعرف المغامرة بأنها تجربة مثيرة وغير عادية يمر بها الشخص وقد تكون أحيانا جريئة وخطرة مع نتائج غير مؤكدة وعادة يكون الخطر جسدي مثل القفز بالمظلات أو تسلق الجبال أو الأبراج العالية أو المشاركة برياضات خطرة ولطالما ارتبط لفظ المغامرة بالخطر فتجارب المغامرة تخلق الإثارة النفسية والفيسيولوجية لدى المغامر ومن الممكن أن تكون إيجابية تدخل إلى الروح الحماس من الأشخاص من يتعمد المغامرة وقد تصل مغامرته لأن يضع حياته رهنا لنجاحها فماذا يدور في رأسه يا ترى؟ من الأشخاص من يرى أن الزواج مغامرة فهل وفر لها فرص النجاح لكي يقال بأنه مغامر ناجح؟ ومن الأشخاص من يغامر بمستقبله كأن يعمل أو يسافر إلى مكان لم يخطر بباله من قبل فهل حسب حسابات فشل المغامرة؟ وغيرهم كثيرون ممن يقال بأنهم جاذفوا وغامروا فماذا نقول عن مصطلح المغامرة؟ وهل يجب علينا أن نكون جميعنا مغامرون؟ دكتورة، الزواج مغامرة، يا تصيب يا تخيب تبي قال تقرير، شراهيك؟ أنا بالنسبة لي لحياة كلها مغامرة نختار فيها السبل والطرق ومنها الزواج يعني نغامرة حياناً هي تصيب يا تخيب، ما ندري ما في أي ضمانات لا لا، الضامن الله أكيد، دخلنا نرجع لي محور حديثنا نتكلم عن شوي المغامرة، التهور والاحترافية يعني مفردات كلنا نسمعها ولكن يوم أن نقوم بالأكشن هنا تختلف عاد قبل كل شيء سعيد المعمري أنت مغامر إماراتي معروف استقبلناك قبل تكلمنا عن هذا الموضوع إلا أنه شو تعني لك المغامرة في حياتك؟ الحياة مغامرة مثل ما قلتو فبصراحة يعني بدون مغامرة الحياة ولا شيء فنتعلم دائماً في روتيننا اليومي إلى مجموعة مغامرات فهنا نحن اللي ندير هذه المغامرة نخليها مغامرة ناجحة وبإنجاز وبتفوق يا أما تكون فاشلة بتهورنا أو بإندفاعنا أو بعدم التخطيط لها هذه أشياء طبيعية ما رب العالمين قد تكون يومياتنا ولكن أريد أنا أركز أكثر سعيد على موضوع المغامرات كتسلق الجبال يعني قمم عالية كهوف هذه المغامرات اللي نحن نروح لها بكامل قوانا العقلية شو تعني لك؟ نوع من التحدي تحدي الذات هذا اللي أبا أفصل لنا التحدي الذات التحدي تقيس نفسك مدى قدراتك الذهنية والبدنية وتحط لك أهداف وتحاول توصل لها وأرجع مرة ثانية وكرر أن الأهداف هذه لازم تضعها بأسس بخطط مدروسة وتتطور فيها مش ترمي نفسك على طول فيها بدون أي احتياطات هذا التحدي سعيد كمغامر أنت ومتمرس يعني ومثل ما قلت أخذ الحيطة والحذر ولكن رح أروح شوي لبعد نفسي آخر مع الدكتورة مصطلح التحدي بحد ذاته ممكن أنا يعني يعني يفرز عندي هرمون معين أن والله تحدي فأنا قدها خاصة سن الشباب قبل كل شي ما ندخل في موضوع الشباب والأعمار أو الفئات العمرية اللي تزيد فيها هذه الحالات الدكتورة أهمية المغامرة في حياة الإنسان شو تضيف لي أنا يوم أتحدى نفسي أو الآخرين ليش هذا الشي موجود؟ طبعا المغامرة هي جزء من حياتنا مثل ما قاله هنا سعيد الإنسان بطبعه دايما يبحث عن الغموض يبحث عن الأشياء اللي تحتاج أنه يتحدى فيها قدراته وفيها طاقاته فكلنا نغامر بطرقنا الخاصة لكن البعض مننا يصل إلى حد معين ويقف البعض بالنسبة له السماء هي الحدود فدائما تلاقي متحفز أنه يبحث عن أبواب جديدة للمغامرة أشياء فيها خطورة لأنها تشبه عنده نوع من الرغبة طبعا إحنا في علم النفس هناك سيكولوجية المغامرين هذه الأشخاص لهم سمات معينة لهم محفزات في الحياة الروتين غير متعارف عليه في حياتهم ولا في قاموسهم دائما يكسرون الحدود يحسون دائما أنه في بعض المثيرات سواء الحسية أو المعرفية بالنسبة لهم تدفعهم دائما أنهم يبحثون عن أبواب جديدة مثل ما قلنا يطرقون أبوابها يبحثون عن الغموض خلف هذه الأبواب أغالبا الخطورة تغلف هذه المغامرات لكن هذه هي شخصياتهم طبعا الأشخاص اللي يغامرون مع شخصياتهم الانبساطية نحن نقول اللي هي دائما تحاول أنها تكون اجتماعية متحررة من القيود تضع خطط ودائما نركز على موضوع الخطط أنه عنده هدف وعنده خطة فحتى لما يرمي نفسه فيه مثلا نقول لو يرمي نفسه في النار هو عارف هو الرائح مدروسة مدروسة يعني بالورقة والقلام ومحسوبة يعتقد أن المغامرة أن أول فكرة خطرة تطرع على بالها يروح ينفذها هذه المغامرة لا المغامرة لها أصول لها قواعد لها سلامة صحيح وأمن فلازم أنا أكون عارف أنا وين رايح شو الأشياء اللي بيسويها فهذا اللي يفرق ما بين المغامر اللي عارف هو متجه والمغامر أو الشخص المندفع ممكن نسميه دكتورة المتهور متهور متهور يوم شعوره هو اللي يدفع أكيد وهذا يختلف تماما في شخصيته في سماته عن الشخص المغامر مغامر أكيد يكون صفاته أو سماته إيجابية أكثر ولكن المتهور شوي سلبية ابتسم سعيد يوم الدكتورة قالت مصطلحات مثل السماء حدود المغامر قالت لا للراتين في حياة المغامر أنا عيني عليك تبتسم قاعدة تقرأ المواصفات من الفعل صار لي كذا مشكلة وكذا أعرفتها والحوادث هذه دائما تكون خفية مثل يعني ما من المشاكل ممكن قد تحدث لمتسلق غير محترف يعني المحترف وقد يقع في مشاكل فما بالغير محترف فغير محترف أكثر أغلبيتهم يتوفون وطبعا هذه اللي ما تنتشر أخبارهم ليش؟ علشان عبارة تهور ومعروف أنه عمل شي غلط انتحر علشان هذه ما يطلع في السوشيال ميديا ويطلع عنا أخبار بس ممكن يكون عضا وعبرة لما يعتبر قليل يتحفظوا على هذه الأمور أكثر لكن الناس اللي تضبط معهم حركة ويضبط معهم موضوع معين تحصلينه في كل مكان فبقية الناس خاصة للتوهم الشباب باديين وحابين يغامروا وخاصة يعني السوشيال ميديا بصراحة فتح تبقى كبير لهم أنهم يبرزوا أنهم يحاول يطلع بأي شخصية بالسهولة مضبوطة يحاول يقلد هذه الشخصيات وللأسف يعني كثير منهم يصاب بإصابات نحن نتابع أشخاص كثيرين وبالفعل يعني كثير من الحوادث يصير وسبت لنا يحاول يقلد هذا تقليد بدون أي احتياطات تدريبات تمرس نحن ندعوهم دائما عندك طاقة إيجابية عندك قدرات وضفها أو استفيد من الناس الذين عندهم خبرها بالعكس يرشدوك يحاولوا يطوروا من مهاراتك بحيث أنك تطلع محترف تصل إلى العالمية صحيح يعني إذا رح نأخذ هذا البداية سؤالي للإدشتكتورة القادم شي طيب أن يكون في طاقة إيجابية يكون في هذه الروح أني أنا أريد أتحدى أريد أوصل لأعلى القمام أريد أرفع اسم الإمارات تعاليفي في مختلف الميادين من ضمنها عالم المغامرة إلا أنه ليش فئة الشباب الفئة العمرية هذه هي شوي أكثر حساسية في هذا الموضوع لمتدهورة أكثر يمكن تقصدين التهور في اتخاذ المغامرة مسلك لهم للأسف أحيانا البعض يظهر المغامرة بصورة الخارق للقانون الغير منضبط يعني يمكن في الفترة الأخيرة سمعنا حوادث كثيرة عن أشخاص تسلق ورافعات ومباني عالية من غير أي أدونات من غير شروط سلامة وأمن هذين الأشخاص يعطوا انطباع أن أنا أقدر أكون مغامر من ذاتي من غير ما أني أنا أتخذ احتياطات من غير ما أخذ إجراءات مع الجهات الموجودة فهذا يتسبب في أن الأشخاص ممكن يتخذون قدوة في التهور مثل ما قالوا أخونا سعيد وسائل التواصل الاجتماعي حين فتحت أبواب كثير على العالم فتواصل صار سهل صار سهل أننا نطلع على هذين الأشخاص المتهورين في مغامراتهم فممكن أن شاب صغير في العمر أو حتى طفل يحاول أن يقلد على مستوى الشخصي يطلع فوق سطح مبنى أو فوق البيت يحاول يسوي أي حركة بهلوانية يتسبب في أن يتعرض لخطر أو لا سمح الله للوفاء فهذه الأشياء التي نحب أن نحذر فيها دائما أن تتبعوا المسالك الصحيحة جمعيات الهواء إذا وجدت الأشخاص المتمرسين نتواصل مع الجهات المعنية نأخذ كل احتياطاتنا قبل أن نأخذ هذه الخطوة هذا مراي خصائي نفسي في الموضوع تحليل شخصي خلنا نقول أكثر للشخصية وبشهادة ووجود من مغامر بعد أكيد تسمع وايد سوالة عن هذا الموضوع في بعد بعد قانوني آخر بمكالمة هاتفية ومداخلة مشاهدينا سيكون معنا المحامي عبد المنعم سويدان مرحبا بك استاذ مرحبا يا أهلا يعطيك ألف عافية استاذي شو حكم القانون خلنا نقول للأشخاص اللي يعرضون أنفسهم من المغامرين لهذه الخطوات أو التهورات مثل ما وصفناها في استوديوهات الظفرة شو التجريم القانوني إلهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا التصرف الحقيقي يعني لاحظناه في الفترة الأخيرة منتشر وهذا طبعا فيه تجاوز قانوني ويعرض حتى السلطة العمل الشغال بأمور غير ذات أهمية يعني اليوم مثلا هذا الشخص اللي راكب بزوجة وعلى رافعة نعم والله لا قدر طاح من هذا المبنى طبعا أكيد عدة جهات بتتدخل في هذه المسائل وملزوم منها أن تتدخل الأسعاف الشرطة النياب العامة يعني الدفاع المدني بدك فيه أمور كثيرة مترتبة على هذا الاستهتار أو هذا التصرف الغير عقلاني نعم ناهيت عن موضوع الزعر اللي يسبب هذا الموضوع بالنسبة للمارة والمقيمين والمارة في الشوارع مجتمعيا طبعا نعم لأن هذه واقعة يعني فرضا في شارع معين مكتب السكانة والسيارات وحصل هذا التصرف أكيد الناس كلها بتجد الطالع وتشوف شو هذا الحاصل وبتنتج عنا الضرار يمكن ما كانت في الحسبان سواء حوادث السيارات سواء مثلا أمور أخرى أيضا من الناحية الشرعية الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك وأنا أعتقد أن هذا يعني تصرف أرعا من هؤلاء الأشخاص يعني على الأساس أدخل في شهرة وأطلع في وسائل تواصل الاجتماعي أني أنا مستوي بطل قومي أو كذا وأعرض نفسي للخطر وأعرض الناس الآخرين أيضا للخطر فأنا صراحة أهيب بالسلطات أن تضرب يد من حديد بالنسبة لهذه التصرفات الدخيلة علينا للأمانة يعني نحن عشنا وشفنا واستغربنا من التصرفات هذه اللي ستحصل عندنا في الفترة الأخيرة صراحة أتمنى طبعا هذا الشيء أنه يقل أو يعني يحد في دولة الإمارات يعني الواحد غير أنه ممكن هو يصاب بي يتأذى يتوفى لا سمح الله بعد في جرم قانوني يعني كيف ما لفها من أي ناحية هو خسران كل الشكر لك أستاذ عبد المنعم سويدان على مداخلتك الهاتف يعطيك الفعافية شكرا جزيلا لك شكرا سعيد خلينا أرجع لك مرة ثانية إذا يعني القانون ضد مجتمعيا يصاب المجتمع بذعر حتى إذا شاف فقط هذا المنظر والدكتورة أعلم بالبعد النفسي اللي يمكن حتى يتم مدى العمر لهذا الشيء دعنا نتكلم إذن عن المعايير شو معايير المغامر اللي ممكن هو يكون قد أنه يتسلق طبعا هو الشيء اللي هي اللياقة البدنية العالية يحاول يطور نفسه ومهاراته يزيد من اللياقة بشكل عام اللي هي ياخذ المعلومات أو المواصفات الفنية لأي رياضة يعني نتكلم عن التسلق مثلا يعرف معدات التسلق يعرف كيف يلبسها يعرف كيف طريقتها يعرف كل حاجة يعني في وقتها حتى اللبش عندها متى تلبس متى تخف فهذه المواصفات أو الأشياء الفنية لا بد أن يأخذها الشغلة الثالثة والمهمة اللي هي نفسيا يهيئ نفسه للخطر هذا أو هي الأخطار موجودة يتوقع أي شيء قد يحدث دائما يحط الأسوأ ويحط الأسباب اللي تساعد التمكن أن يطلع من لو لا قد الله صار فدائما يكون تدريبا نحن للأسوأ نحرف أن هذا المسائل لكن نحط دائما المخاطر قبل النجاح فهني تقدر تشغل يعني لا قد لو صار لك شيء أنت متوقع هذا الشيء فتقدر تأخذه بروح عالية تقدر تركز في الهدف وتمشي فيه حتى لو كان فيه خطر لكن أنت متوقع هذا الخطر وحاط له خطط بديلة أو كيف تتعامل مع الخطر ثمانين أو نسبة لنا لن أفتيش قد الدكتورة أعلم مني بالموضوع النفسية مهمة لأي شيء نحن نريد نسوي في حياتنا فما بالك مغامرة لا تدري ما يمكن أن يصبح معك هذه طبيعة أنت لا تطبخ طبخة أو تسلق جبل قد يصل طولة لكلومترات يعني مثل ما قلت كل شيء في حياتنا يحتاج تهيئة بعض يعتقد أن المغامر مثل ما يقولون قلبه ميت وقلبه ليس ميت لكن هو وظف الخوف الذي فيه داخله كطبيعة بشرية فينا كلنا نخاف لكن هناك ناس تخاف من حشرة صغيرة و هناك ناس تخاف من مغامرة كبيرة فهو وظف هذا الخوف بطريقة تساعده أنه يتخطى الخطر إذا صح أنه ما يصير عنده حالة من الهلع إذا تعرض لخطر يقدر يتعاملوا إياه يقدر أنه يجد الخطة البديلة للتعامل مع الموقف كيف أنه يسعف نفسه إذا تعرض مثلاً لإصابة كيف أنه يتواصل مع جهات معينة يسترجع مثلاً إذا فيه كود للتواصل للطوارئ إذا فيه شيء معين إذا فيه لبس أو تجهيزات يقدر يسترجع هذه المعلومات بسرعة فائقة أنه تساعده أن يخرج من هذا الموقف بأقل ضرر نعم فدايماً خوف المغامر مثل ما نقول موظف لصالحة ليس ضده كل الوظائف المعرفية كل الهرمونات التي لديها والتحفيز الموجود في جسمه في هذه اللحظة هو موظف بطريقة أعلى من الأشخاص الآخرين فهو يدرب نفسه على أنه يسوي نوع من التحكم على غرائزه على وظائف جسده وظائفه ومهاراته العقلية أنه تساعد أن يخوض هذه التجربة بأفضل النتائج إن شاء الله وأقل الخسائر يعني يروض هو الهرمونات مثل ما وصفتها الدكتورة أو الرغبات أو هذا الشعور بالتحدي يوظه ويروضه في حال صار ما صار في الختام سعيد المعمري ومن قلب الحدث أنت متسلق يعني نصيحة للشباب الله يعني الحمد لله اليوم وصلنا خبر الحمد لله كنا نؤسسين جمعية الإمارات للهوايات الجبالية بشكل عام وفيه الهوايات بشكل عام فأصبح عندنا جهات أو مجموعات مخصصة أو ناس متمكنين عندهم القدرة أن يواجهون في المسارات الصحيحة لأي كانت الهواية سواء تسلق الجبال أو المغامرة الجبرية أي كانت مغامرته أو هوايته في مجموعات ما شاء الله من الشباب الخيرين الموجودين في دولة الإمارات اللي بمكانهم يواجهوك إلى المسار الصحيح نتمنى أنه لا يشوف لا يتجاوز هذه الأساسيات يتجاوز خطوط حمرة بالضبط يحاول يمشي يعني يحاول ما يتخطاها وفي نفس الوقت يحاول يستفيد من خبرات زملاء الموجودين إذا خطوط حمرة عشان ما يوصل بعنوان بخط عريض آخر شيء في الختام شكرا جواجزكم معنا الدكتورة طبعا فاطمة الحامد خصائي نفسي كلينيكي شكرا لك أعطيتش الفعافية دكتورة والمغامر الإماراتي العالمي سعيد المعمري شكرا بعد لتواجدك معنا شكرا